وكل جمهور النادي الالي في كل مكان أنا معاه طبعا واحد من نجوم النادي الالي ومتخابنا الوطني كابتن ياب أمين برحب بيك طبعا كابتن ياب في البداية ومنقول لك حمد الله على السلامة ولسه لسه لسه يعني منتظرين بقى الفترة اللي جاء إن شاء الله بإذن الله ترجع بكامل قويتك إن شاء الله لمني على الجيم شايفوا إزاي كابتن أشرف حضر للجيم إزاي وحطنا في الأجواء كده بوب الحمد لله طبعا ماتش صعب أصحاب ما يمكن فزت علينا في الدور الأول كان بالنسبة لنا ماتش مهم جدا إحنا الدور الثانية من الأول ماتش الحمد لله بدأ ننتمEL كلنا تقريبا مفاضل السلعوي بس فدي حاجة بالنسبة لنا مهم عاويII إن شاء الله إن شاء الله الكابتن هايسم السعيد وكل بتحية جميل بتحليل بيشيدوا بأدائك الكبير جداً نهاردة في المباراة ولسه كمان عبي يعني انك لسه انت بتعاني وماسك والكلام ده لكن بيحييك كابتان عيسى من كل نجوم الستوديو الحمد لله طبعاً هوا لسه بلعب بالماسك مدهيني شوية وكمان صوبة يعني هوا لسه فوديله أسبوعين بس الحمد لله والفرق النهاردة رجالة جداً يمكن عمر الجندي عمر طارق أبو الناصر المحترف مودي الجرحي سيف سمير مش عايز نسى حد مهيب حاتم كل الناس اللي لعبت عبدالفر كل الناس اللي لعبت يمكن ده بان في النتيجة في أول ثلاث شوات تقريباً ويمكن كفي حالة ترايخي شوية في شوط الرابع السكور نزل كتير وده إن شاء الله هنشتغل عشان ما يحصلش الموطشات الجاية عشان لقدر الله ممكن حاجة تحصل فإن شاء الله هنركز في الموضوع ده الموطشات الجاية رغم الإصاباتها كابتان عياب والأمور العديدة واللي أثرت على نادي الأقلي لكن فيه روح وفيه إصرار وفيه شخصية النادي الأقلي على ما أعتقد دي بتديكوا دفع بشكل كبير جداً رغم الإصابات لكان بنحقق أول أهل بمن حضرت ده شعار المرحلة طبعاً وإحنا نحبش نتكلام العزار هو اللي موجود بيلعب يمكن زي ما قلت الدور الأول حم لا لبناش كاملين ولا ماتش الحمد لله الدور الثاني إحنا أكملنا وإن شاء الله يعني الأداة هي اختلف في الآخر ماتشين إن شاء الله سبورتينج والاتحاد والفترة واللي بعدها اللي هي أهم فترة يعني في السنة الكاس والبلاي أفس في الدوري إن شاء الله رغم عدم وجود الجماهير اللي كان جمهور النادي الأهلي الحقيقة بيسان كل الصعبات اللي بتقابل فريمان دي الأهلي كابتن هاب ممكن يقولي لكل جمهور النادي الأهلي اللي على طول على قلب الرجل واحد مع كل الفريم طبعاً نشكرهم كتير ونفسنا كانوا بموجودين طبعاً لعب من غير جمهور لعب يعني رياضة أصلاً للجماهير فيعني اللعب من غير جمهور ما لوجه طعام حملها برياضة عشان الجمهور وبعد ما تجيب باسكيت وبعد ما تعمل حاجة الناس بالقاء والقوفة دي أحسن حاجة يعني بالنسبة لنا بس إن شاء الله هيرجعوا رأيب إن شاء الله الله يبارك فيك ربنا أخليك شكراً كل شكراً طبعاً لكابتن الكبير كابتن هاب أمين واحد بالنجوم اللي نادي الأهلي ومتخبنا الوطني لسه كابتن هايسم يعني عايزين يرجع بقى بالفورمة كاملة إن شاء الله يمكن زي ما هو قال عنده يمكن في صباحة مشكلة وعنده كمان المسك لكن الحقيقة كل لعيبة النادي الأهلي نهاردة قدت أداء رائع وشكل مميز جداً وكمان الكابتن أشرف طويل حقيقة اللي عد المباراة إعداد جيد وكان واضح القراءة المميزة جداً الاسكور آي يمكن نزلوا عيلي لكن هما دول لعيبة النادي الأهلي يا رب إن شاء الله يستمر النادي الأهلي في سسلة الإنتصارات ومنها إن شاء الله بإذن للحصول على لقب بطولة الدور العام مستبري معاك يا كابتن هايسم أكيد لحظة بلحظة وبنين الكل الكواليس والأخبار من مقر نادي الأهلي بالجزيرة وتحديداً من صالة الأمير